تلات مصطلحات لتلات حاجات مختلفة. ان شاء الله النهاردة نوضح فاري ما جدا. السلام عليكم. في الفيديوهات اللي قبل كده اتكلمنا فيها عن العناصر الاقترونية او بعض العناصر الاقترونية باختصار شديد جدا جدا. فنبص اللي ان احنا اتكلمنا عن الريزيستور. اتكلمنا كمان عن الكاباستور. اتكلمنا كمان عن الكويل او الاندكتور او اللي هم عبارة عن تلات مسميات لنفس العناصر الاقتروني اللي هو الملف. هنبص اللي اتكلمنا عن الترانزيستور من نوعية الموسفت اللي هو الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد فيج ترانزيستور تمام. وعرفنا الفرق ما بينه وبين الترانزيستورات البي جي تي. هنبص اللي ان احنا اتكلمنا كمان عن الكريستالة. خدنا كمان باختصار شديد جدا عن بعض الدوار الاقترونية اللي ممكن تقابلني في الواقع اللي عملي على البوردة زي دوار الباك كونفيرتر ودوار البوست كونفيرتر. وعرفنا آلية او طريقة عمل الدوار دي ووظيفتها على الموتر بورد. طيب اه انا حابب بس ان انا انوه لنقطة مهمة جدا. ان احنا الحاجات دي كلها تكلمنا عنها باختصار شديد جدا جدا. يعني الحاجات دي كلها او الدوار او العناصر الاقترونية اللي احنا درسناها. اه طبعا فيه تفاصيل كتير جدا جدا. ولكن انا اتعمدت ان انا ما جيبش معظم الكلام الاكاديمي او المعادلات او القوانين اللي احنا كفنيين صيانة احنا بغنى عنها. احنا ما بنحتاجش الكلام ده كله في شغلنا نهائي. ولكن معظم المعلومات ان شاء الله بازن اللي في الفيديوهات اللي قبل كده هتكون كافية وهتكون كافلة جدا ان هي تخليك ان انت تقدر تشتغل صيانة كويس جدا. ولو احتاجنا فيما بعد ان احنا نزود المعلومات دي او ندخل في شوية التفاصيل ان شاء الله بازن الله الكلام ده اكيد هنعمل. تمام? فيه برضو بعض الدوائر او بعض العناصر اللي احنا ممكن نتكلم عنها بعد كده ولكن انا حابب ان الكلام ده كله يكون من خلال الاسكماتيك. فان شاء الله بازن الله بعد كده هنتكلم عن البوابات المنطقية اللي ممكن تقبلنا على المزيبورت زي مثلا الاند جيت. عندي فيه برضو النوت جيت. فيه الور جيت. فيه عندي برضو الوب امب او اللي هو مكبر لعمليات ده ان شاء الله بازن اللي هنتكلم عنه لانه برضو ممكن يقابلك في الواقع العامة على المزيبورت او البوردة اللي قدامك تمام? ولكن من الفيديو ده واحنا طلعين ان شاء الله بازن الله هيكون كلامنا عن كل الحاجات دي كلها من خلال الاسكماتيك. طيب قبل ما ندخل بقى في موضوع الاسكماتيك. عايزين بس نعرف الفرق بين تلات مصطلحات مهمين جدا. ودول بيقابلون كتير فلازم اكون عارف الفرق ما بينهم كويس جدا. اول حاجة هي الداتا شيت. تاني حاجة هي الاسكماتيك. تالت حاجة هي البرد فيو. فاحنا لازم نكون عارفين كويس جدا. الفرق بين التلات مصطلحات دول. كل حاجة فيهم عبارة عن ايه? وامتى انا بستخدمها وبتفيدني في ايه كفانس يولا. فخلونا نبدأ مع اول حاجة اللي هي الداتا شيت. وخليني اقدي لك مثال كده من الماثر بورد اللي موجودة معايا دي. لو مسلا انا قلت لك ده مثلا عبارة عن ايه? هتقول لي والله انا عشان اعرف الاي سي ده عبارة عن ايه? فانا لازم اجيب حاجة اسمها الداتا شيت للاي سي نفسه. فانت بكل بساطة بتروح جاي واخد الرقم اللي على الاي سي وتروح جاي بحث في جوجل وتكتب جنب الرقم بتاع الاي سي تكتب جنبها كلمة الداتا شيت. وبينزلك كتاب الكتروني عبارة عن ملف بي دي اف بيكون مكون من عدد من الصفحات. الكتاب ده بيوصف لك كل حاجة تخص الاي سي. لو فرضا انا قلت لك مسلا والله انا محتاج مسلا اه تقول لي العنصر الالكتروني ده عبارة عن ايه? بتروح جاي باسمه بنفس الفكرة برضو. لو جيت مسلا قلت لك والله مسلا الاي سي الكبير ده انا عايز اعرف عبارة عن ايه ووظفته ايه وبيعمل ايه بالزبط بنفس المنطق وبنفس الفكرة هتجيب الرقم اللي على الايه? وهتبحث عن حاجة اسمها الداتا شيت. فازا بالنسبة لي انا الداتا شيت عبارة عن المنول او الكتالوج بتاع العناصر الالكترونية اللي موجودة على البوردن. كل العناصر الالكترونية دي ايا كان حجمها وايا كان الوظيفة بتاعتها كل عنصر من دول بكون ليه كتاب او منول او كتالوج بيوصف العنصر ده اا عبارة عن ايه? وظيفته ايه? الاطراف بتاعته لو ليه اكتر من طرف كل طرف فيهم بتعمل ايه ووظيفتها ايه? فده بيبع عبارة عن الكتالوج للعنصر الالكتروني بالكامل. يعني حتى الاتشيبسيت نفسها او الشبات بكون لها اا داتا شيت. البروسيسور نفس الفكرة وليكن مسلا عندي بروسيسور من نوعية انتل نفس الفكرة بكون ليه داتا شيت. الامر بيختلف شوية بالنسبة للتسماء في الام دي فبيسموه غالبا داتا بوك ولكن برضو نفس الفكرة فالداتا بوك للام دي هو الدياتا شيت اللي هو بيوصف كل حاجة بتخص البروسيسور بتاعها او الشبات بتاعتها. دلوقتي ناخد بعض الامثلة على موضوع الدياتا شيت ده عشان الناس يكون عندها تصور كويس او مفهوم عن الدياتا شيت. لو جينا بصينا قدامنا على آآ الرسمة اللي قدامنا دي او الملف اللي قدامنا ده ده ملف داتا شيت لموسف الترانزيستور. فلو جينا اخدنا بعض البيانات المهمة بالنسبة لنا اللي ممكن نستخلصها من خلال الدياتا شيت. نبص اللي ان انا الرقم ده ده رقم الموس في الترانزيستور تمام? ده بيكون مكتوب على الجسم الترانزيستور نفسه او آآ بيكون موجود على الاسكماتيك. دي بعض البيانات المهمة عن الموسفت. فالموسفت ده بيتحمل معي او بيشتغل معي تلاتين فولت. والنوعية بتاعته لان زي ما اتفقنا قبل كده ان الموسفت بيكون عبارة عن تمام? آآ لو جينا بصينا عندي هنا على الشمال. هنبص اللي ان ده اسم الشركة المصنعة الموسفت ترانزيستور وده اللوجو بتاعها. آآ طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان انا عن نفسي بغير البيانات بتاعت الموسفت ترانزيستور او بغير الموسفت ترانزيستور بالبيانات اللي قدامنا دي اللي او الموسفت ده بيشتغل تلاتين فولت ويقدر يتحمل طيار لعند تلاتين امبير. لو نزينا تحت شوان بصي نبص اللاقي في الرسمة ده ده الشكل آآ الفيزيائي على عرض الواقع يعني ايه? يعني انا اما اجه اشتري الموسفت ده اواجي ان ابصها لقيه موجود في بورده ابصها لقيه بنفس الشكل اللي قدامي ده. الرسمة دي هي بتاعت الخاصة بالموسفت ترانزيستور فبصها لقيه عندي هنا ان انا الطرف رقم واحد واثنين وتلاتة ده عبارة عن طرف واحد اللي هو السورس. الطرف رقم اربعة ده الجيت والطرف رقم خمسة وستة وسبعة وتمانية مجتمعين اللي اربعة مع بعض ده بيمثلوا لي طرف واحد اللي هو تمام? طيب بالنسبة يا جماعة الموضوع الاطراف بتاعت الايسيهات والموسفتات والكلام ده بيتم ازاي او الطريقة بتاعته بتمشي ازاي? ببصة ليه على جسم الايسي نفسه او الموسفت زي اللي قدامي ده نقطة او نوتش او حفرة صغيرة فدي بتعبر معي على الطرف رقم واحد. تبقى لو اترفع رفع ازاي او بامشي بالعد ازاي? بامشي بالعد من الطرف رقم واحد عكس عقارب السياع. يعني انا الطرف رقم واحد عندي هنا. بامشي عكس عقارب السياع بشكل دائري. يبقى بالشكل ده يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. وابدأ اكمل بقى من هنا خمسة ستة سبعة تمانية. الكلام ده بيمشي برضو على الايسيهات. طيب اه ده او الرسمة دي دي رسمة او رمز الموسفت ترانزيستور على السكماتيكس. يعني انا ما اجابت احسكماتيكس. وبص لقى الرمز ده قدامي اعرف ان ده رمز الموسفت ترانزيستور. تمام? لو نزيلنا تحت شوائع نبص لقى فيه جدول هنا اللي هو اللي هو القيم القصوى. ولو جينا اخدنا على سبيل مثلا عندي هنا درين سورس فولتج اللي هو الفولت اللي انا اقدر اصلطه بين الدرين والسورس. تلاتين فولت. خلي بالنا ان الجدول ده خاص بالماكسيمون. فمعنى كده ايه? معنى ان انا لو زودت عن التلاتين فولت احتمال كبير ان الموسفت ده يتحرق ويحصل له مشكلة. تمام? في عندي برضو هنا اللي هو دي خاصة بدرجات الحرارة والتخزين. فانا الترانزيستور ده ممكن يتخزن يشتغل معي في درجات حرارة من سالب خمسة وخمسين لعند مية وخمسين درجة. طبعا لو درجة الحرارة زادتها عن كده احتمال كبير انه هو يتحرق. تمام? طيب فيه برضو من ضمن البيانات المهمة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الموسفت ترانزيستور اللي هو في جي اسس ريشولد او جهد تشغيل الموسفت ترانزيستور ويبدأ معي اللي هو القيمة المنمام بتاعتي من واحد ونص والتيبكال اللي هي القيمة النموذجية واحد وخمسة وتسعين مية فولت والماكسما اللي هو اقصى حاجة اتنين ونص فولت تمام? طيب لو نزلنا تحت شوان نبص نلاقي بعض الرسومات ولكن طبعا في الوقت الحالي انا الرسومات دي ما بتلزمنيش لكن بتلزم الناس الخاصة بتصميم الدواير طبعا انا عشان الرجل المصمم بتاع الدايرة عشان يحط الموسفت ده جوه دايرة فلازم يكون عارف كل المعلومات وكل التفاصيل عنه عشان يقدر يتوقع تصرف الترانزيستورات دي تحت الظروف معينة مثلا ارتفاع درجات الحرارة مثلا نزول درجات الحرارة لو امبير مثلا وصلته بفولت معين هيتصرف بالشكل فلان فكل التفاصيل دي لازم تكون مع المصمم احنا طبعا ما بتلزمناش كل التفاصيل جوه الداتا شيت لأي انصر ولكن احنا بنستخلص منها اللي يهمنا بس تمام لان احنا مش مصمم زي ما اتفعنا بكده كل وظيفتنا ان احنا نشوف العنصر التالف ونغيره بالبديل المناسب بتاعه وطبعا كل ما بنحتاج تفصيله او بنحتاج نشرح حاجة اكيد هنشرحها من خلال الداتا شيت وندخل جوه الداتا شيت ونعرك كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها وجينا بصينا على الداتا شيت اللي بعد كده نبص نلاقي ان انا في عندي داتا شيت اللي مش عنصر الالكتروني بقى المرة دي ولكن الاي سي ده الرقم بتاعه اتنين وتمانين تلاتة وعشرين بي وللناس اللي ما عايزة تنزل الداتا شيت الخاص بالاي سي تدرس فيها ده الرقم بتاعه والناس اللي شغالة في الصيانة هتكون عارفة على طول ان ده عبارة عن اي سي باور او ما نطلق عليه احنا اي سي باور اللي هو بيطلع لي الخمسة والتلاتة وتلاتة من عشرة طبعا هنا ريتش تيك ده اسم الشركة المصنعة للاي سي ودي شركة تايواني هنا نبزة عن الوظيفة اللي جهوم بها الاي سي فهنا هنا حاجة اسمها اللي هي الكافيه بتاعه عالية من باور سبلاي كنترور في النوت بوك كمبيوتر ده الاي سي الباور الرئيسي عندي في اللباق تمام لو نزلنا تحت شوائح حاجة اسمها ارده اي دي الارقام اللي انا بطلب بها الاي سي لو انا احتاجت ان انا اشتري الاي سي ده فبطلبه من خلال الارقام اللي موجودة قدامي دي تمام في حاجة برضو عندي مهمة جدا اسمها بين كونفاجريشن فبص الاقي ان ده الشكل الاي سي بتاعي والبنات بتاعته مقسمها دي او كل بنت مديلي جنبه المسمى بتاعه اللي هو الاسم الخاص بالبنة دي او الخاص بالطرف ده تمام فبص الاقي عندي ان ده الشكل الحقيقي بتاع الاي سي ودي الاسماء بتاعت البنات فمسلا انا عايز مسلا اعرف الرجل الرقم 16 دي بتاعت ايه فاوتوماتيك بلاي مكتوب جنبها الفي ان اللي هي بنت التغزيلة ونزلت تحت شوية هيتشرح لي بقى ايه بنت الفي ان دي وخاصة بيه تمام فده الشكل بتاع الاي سي بص الاقي عندي برضو نفس الفكرة الطرف رقم واحد عندي هنا وبنمشي عاكس عقارب الساعة وبنبدأ لعند ما نوصل للطرف رقم 24 هي اخر طرف في الاي سي تمام في حاجة اسمها عندي الماركينج انفورميشن ماركينج انفورميشن دي الترمزات بتاعت الشركة نفسها لان في بعض الشركات زي شركة ريتش تيك ما بتكتبش الرقم ده على الاي سي فانا لما اجي بص على الاي سي هبص على مكتوب عليه رقم عشرين مش هلاقي مكتوب عليه الرقم ده ندخل على بقى الداتا شيت نفهم ان العشرين دي دي معناها بتترجم في النهاية للرقم ده بتاع الاي سي فالماركينج انفورميشن دي بترمزات بتاعت الشركات وطبعا في بعض الشركات بتبقى لها ترمزات خاصة بيها فاحنا نازم نكون نعرفينها وبنجيب المعلومات دي برضو من خلال الداتا شيت تمام? طيب لو نزلنا تحت شوية هلية عندي حاجة اسمها تيبكا الابليكيشن سيرك التيبكا الابليكيشن دي بيديلك اه توصيل نموذجي للاي سي او الاي سي دوت انت عشان تقدر توصله ممكن توصله بالتيبكا الابليكيشن طبعا الناس اللي بتصمم او الشركات المصامنة ممكن تلتزم بالتصميم ده وممكن يكون لها رأي تاني فتختلف يعني ولكن دي الطريقة اللي انا ممكن اوصل بها عشان انا رأسي يشتغل معي بكافية تمام? طيب لو نزلنا بعد كده في حاجة اسمها الابليكيشن ده هو اللي هو الجدول الخاص بوظائف الاطراف بتاعته فليكن مسلا انا عندي مسلا البن رقم اتنين انا عايز اعرف بتاعت ايه ووظفتها ايه فبص لان هو اتنين هنا مسميها لي اف بي وان دي بنا تلفيل باك طبعا والكلام ده كله احنا هنشرحه بالتفصيل ونبص لقى وصف البنة جنبها فان انا عايز اعرف وظيفة كل بنا من خلال الجدول ده او الجدول ده باعرف وظائف البنات كلها وكل بنا خاصة به تمام? طيب لو نزلنا بعد كده حاجة اسمها البلوك ده يا جرام البلوك ده يا جرام ده بيديني تصور للمكونات الداخلية للآي سي فانا الحاجات دي كلها الدوائر اللي قدام دي كلها لقيها جوه الاي سي وطبعا بيكون اكتر من كده فالبلوك ده يا جرام دي انا اقدر يكون اعرف بيها او يكون عندي تصور الاي سي ده ازاي بيشتغل داخليا تمام? في حاجة طبعا زلدي اللي احنا لسه اخدانها برضه في الموس في الترانزيستور اللي هو جدول القيم القصوى يعني مثلا مثلا وليكن مثلا بنت الفي ان بنت الفي ان ممكن تاخد معي من سالب تلاتة من عشر لعندي تلاتين فولت لو وديتها اكتر من تلاتين فولت احتمال كبير ان الاي سي ده يتحرقه طبعا كل البنات وكل المواصفات بتكون موجودة قدامة عندي هنا بالتفصيل طبعا فيه جداول طبعا احنا مش هنشرح الكلام ده كله دلوقتي احنا الكلام ده كله هنشرحه بعد كده ان شاء الله بالتفصيل ولكن انا يهمني ان انت يكون عندك تصور لل왔 좀 او ايه هيJE superintendent طبعا لو نزلنا تحت شويا ان pneumatic ان ابعاد بتاعة الاي سي حتى الابعاد يكون كمان زاكرهالي فيrok beet ان القبضين فبريغضيني الطول العرض الارتفاع السمكة بتاع ال Hahaha soul thing possible واف unlegado واكتر من كده كل دا بيكون موجود جوا الديتا شيد فيزن هجام عشان نلخص مفهوم الديتا شيت نقدر نقول ان الي Brah picture بدكون لعناصر الالكترونية ودي بتكون عبارة عن После car goes ou manualний العنصر الالكتروني ده وبتديني كل المواصفات طبعا المصدر بتاعت ده تشهد بيكون الشركة المصنعة نفسها فاحنا بناخد المواصفات بتاعة الاي سي او العنصر الالكتروني من خلال الشركة المصنعة للاي سي. بالوقت عاوزين نتكلم عن المصطلح التاني اللي هو الاسكماتيك او المخطط. وعشان اه اوسر لك معنى كلمة الاسكماتيك او وظيفة الاسكماتيك بكل بساطة خلينا اضرب لك المثال البسيط ده. لو افترضنا ان انا انا قلت لك مسلا ان انا عايزك تروح مكان والمكان ده هيكون خارج المحافظة بتاعتك. هتقول لي بكل بساطة طيب انا غريبة عن المكان اديني بس العنوان وانا هوصل للمكان ده. مجرد مدتك العنوان فانت رحت جاي رايح على الموبايل بتاعك وفتحت برنامج الخرايط. وعن طريق برنامج الخرايط اللي شغال بالجي بي اس انت قدرت تحدد المكان ده. وعن طريق برنامج الخرايط برضو قدرت توصل للمكان ده بكل سهولة. طيب انت في الحالة دي عملت ايه? انت في الحالة دي عملت او استخدمت خريطة عشان توصل للمكان اللي انت غريب عنه او اللي انت ما تعرفوش. طيب لو جينا طبقنا الكلام ده على الماظر بورد اللي موجودة معنا دي كمثال. لو انا جيت قلت لك دلوقتي انا اللي قدامي ده عبارة عن اي سي تمن اطراف. لحظة بس هزبط الزوم. اللي قدامنا ده مسلا عبارة عن تمن اطراف. فلقولت لك ان انا محتاج ان انا اعرف الرجل رقم اربعة دي واصلة بايه بالزبط. هتقول لي طيب بما ان البوردة دي مش انا اللي مصنعها فهي حاجة غريبة علي. انا محتاج عشان اعرف الطرف ده واصل بايه بالزبط. انا محتاج خريطة للبوردة. تمام. وهو ده الاسكماتيك الخاص بالبوردة. فاذا في النهاية في النهاية الاسكماتيك ده عبارة عن خريطة للبوردة. بتوضح لي كل العناصر اللي موجودة. على الماثر بوردة دي وارتباطاتها ببعضها. وليكن مسلا على سبيل المثال. الاي سي اللي قدامنا ده اي سي السوبر ايو او الكي بي سي او المالتي كنترول ايا كان الاسم اللي انت بتقوله عليه. الاي سي ده عبارة عن مية تمانية وعشرين رجل. من غير اسكماتيك هيقبل موضوع مرهج جدا بالنسبة لك عشان انت تشوف الرجل مثلا. وليكن مسلا الرجل رقم مية وخمسين فيه. الرجل رقم مقاسف مثلا تلاتين فيه. فانت محتاج عشان تشوف الرجل الرقم تلاتين محتاج اسكماتيك لان رجل رقم تلاتين دي ممكن تكون متوصلة بحاجة جانبه. ممكن تكون متوصلة بحاجة بعيد على نفس الوش من البردة. ممكن تكون دخلة جوه طبقات البردة ووصلة بالطرف التاني من البردة. طيب انت من غير اسكماتيك يعني اعترف المعلومات دي كلها ازاي من غير اسكماتيك كيب الموضوع صعب جدا عليك. وبالتالي وجود الاسكماتيك يا جماعة بيسهل علينا المهمة بصورة كبيرة جدا. لانه بعرفنا ارتباطات الدوائر دي كلها بعدها وكل طرف من مثلا بي سي اتش كل طرف من اطراف البي سي اتش اللي هي موجودة تحتها متوصل بايه بالزبط. طيب عشان نشرح الموضوع بصورة ادك خلينا نفتح كده مخطط من ضمن المخططات ونشوف ايه هي المخططات دي. لو جينا فتحنا الملف قدامنا ده هو نبص اللي ان الملف قدامنا ده برا عن صفحة من صفحات الاسكماتيك. من نظر الاولى اي حد مفتدأ هيجي يكون يا جماعة يقول اي دا دا حد عمل لعمل او دا عبارة عن سحرسول. طب انا بحب اطمنك دا العمل ولا عبارة عن سحرسول دا عبارة عن صفحة من صفحات المخططات. في رأي الشخص يا جماعة اللي بيخلي الناس ما تحبش تشتغل بالاسكماتيك او بتستسعى بالاسكماتيك انه هو لاول مرة واقع في ايد حد او حد شرحه المخاططات بطريقة صعبة فما قدرش ان هو يوصل للمخاططات بصورة سليمة ان شاء الله بإذن الله خلال الفيديو ده وخلال الفيديوهات اللي جاي اللي هنشرح فيها ونتكلفها بالتفصيل عن الاسكماتيك اؤكد لك بإذن الله ان انت لو تبعت معايا انت هتكون حابب ان انت تجري تدور على اي ماذر بورد في ايديك تدور لها على اسكماتيك عشان تدرس الاسكماتيك تشوف الاشارات بتاعت الالبورد دي راحة فين وجاية منين فالموضوع ان شاء الله بإذن الله يكون سهل جدا بالنسبة لك فاحنا هنمشي واحدة واحدة كده مع الاسكماتيك وهنشرح كل كبيرة وصغيرة فيه ان شاء الله بإذن الله بتدريك لعندما انت توصل لمرحلة ان انت ما ينفعش تشتغل في ماذر بورد من غير ما يكون معاك اسكماتيك فالاسكماتيك بكل بساطة يا جماعة هو عبارة عن الخريطة بتاعة البرد اللي قدامي اللي انا بشتغل بها عشان اعرف اطراف العناصر الالكترنية دي راحة فين وجاية مني نيجي بقى دلوقتي للنقطة الثالثة المهمة اللي هي مصطلح البرد فيو ايه هو البرد فيو وازاي انا بقدر استفيد من البرد فيو الكلام ده كله ان شاء الله هنشرحه دلوقتي خلونا نفترض مع بعض كده السيناريو اه اللي موجود قدامنا دلوقتي ان انا في لابتوب عندي او مازر بورد جاية فاصلة بور وانا خدت الاشارات بتاعته وخدت الاياسات بتاعته اكتشفت في النهاية ان انا فيه جهد اسمه الجهد ده مش موجود طبعا الجهد ده كده كده للناس اللي شغالها السيانة عارفة ان انا الجهد ده لو مش موجود فانا المازر بورد بالنسبة لها تكون دد او ميتة وعشان نبسط الدايرة اكتر خلونا نشيل الفرع ده خالص عشان اخواتنا المبتدئين بس يعني يعني يفهموا كويس فهنعتبر ان الدايرة بالنسبة لك الحتة دي كده او المنطقة دع مش موجودة طيب لما نجي نتابع الجهد ده على الاسكماتيك هبص لئي ان الجهد ده جاي لي من المنطقة دي من المنطقة دي دي عبارة عن دايود اللي هي مكتوبة عن Dank D4702 وبعد كده جاية من قبل دايود جاية من مقومة اللي هي راكمها R47006 وبعد كده المفروض جاية من حاجه هينا اسمها rti 1 وعشان نفهم بس ايه rti 1 دي دي عبارة عن بطاريه صغيره طيب لما انا جيت اس جهد بالاحوميتر بتاعي لقيت ان الجهد عندي على البطارية موجود عندي 3.3 من 10 فولت والدنيا تمام ما فيش مشكلة يعني انا في المنطقة دي الجهد ده كده موجود عندي لكن لما انا قست في النقطة دي لقيت ان الجهد ده 0 فولت نشغل دماغنا بقى شوية يوبا كده معناها ايه معناها ان انا يا الاردي اللي هي المقاومة فيها مشكلة يا اما الدي دي اللي هو الديد في مشكلة تمام يوبا انا كده وصلت لسبب المشكلة يوبا امدي احتمالين اتنين بس ما فيش غيرهم يا دي فيها مشكلة اللي هي الار 7.07 يا اما الدي 47.02 فيها مشكلة طيب عايزين بقى نوصل للمقاومة والضايط دول على الماظر بورد دي طبعا بالنسبة لنا لان احنا مش عارفين مش احنا اللي مصنيين البورد ده فانا مش عارف المقاومة والضايط دول هل موجودين على الوش ده من البرد ده او موجودين لو انا قلبت الماظر بورد موجودين على الوش ده ولو افترضنا انها موجودة مثلا على الناحية دي او الجهة دي من البوردة. طب هل هي موجودة هنا موجودة هنا موجودة هنا موجودة هنا موجودة هنا وهنا تيجي وظيفة عن طريق ملف البورد فيو انا بقدر اعرف في لحظة او ثانية بالزبط المقاومة او العنصر الالكتروني اللي انا محتاجه ده موجود فانه جنب من البوردة وبيحدد لي مكانه بالزبط. نفتح بقى دل وقت الملف بورد فيو عشان نشوف هنقدر نشتغل عليه ازاي. احنا طبعا كنا وصلنا لآخر حاجة إننا المقاومة عندي دي محتاج إننا أطلع مكانها موجود فين والدايود ده محتاج أطلع مكانه موجود فين طبعا عشان نشتغل على ملف البرد فيو كل اللي أنا محتاجه الرقم بتاع المقاومة والرقم بتاع الدايود الرقم المقاومة معنا يهدنا R4706 ورقم الدايود D4702 فخلونا كده نفتح ملف البرد فيو للماثل بورد دي طيب دلوقتي ده ملف البرد فيو فتحناه أهو تمام ملف البرد فيو بقى رسمة أو الشكل اللي قدامي ده حاجة شبه اللي قدامي دي تمام من خلال الملف اللي قدامي أو الرسمة اللي قدامي دي احنا ممكن نقدر نحدد العناصر رأسية فأنا عندي مثلا DM1 و DM2 دول بيان عليهم أولنهم رسلطات الرمات تمام هنا موجود عندي هو كتب لي هنا CPU فإذا ده المكان بتاع البروستسور هنا عندي على سبيل المثال دي Gmch هنا عندي lich اللي هي الشباية الجنوبية طيب احنا دروقتي عايزين نوصل بقى للمكاومة دي فينه طبعا ملف البرد فيو بيكون وش وظهر أو top وبطن تمام فأنا ده عند الوش لو انا محتاج ان اجيب الناحية الثانية من البرد كل اللي انا بعمل اما بدوس مسطرة اما بدوس على الزرار اللي هو البطن اللي فوق ده فمجرد ما بدوس عليه بيديني الناحية الثانية أو الجهة الثانية من البرد تمام طيب دلوقتي احنا معنا زي ما قلنا رقم المكاومة ورقم الديو فعايزين نبحث عليها في ملف البرد فيو 44006 تمام وكل اللي انا بعمله بعد كده بادوس انتر اوتوماتيك ببص ليه علمني علامة او علامة ازاد دي جات على المنطقة دي وعلمني العنصر اللي انا محتاج او ده انا بعملت عملية البحث باللون الاحمر فعندي هنا ính7006 تمام هن Здuejuk 47002 ت ترى 2007 ركتو 7002 ممكن برضو اعمل نفس الطريقة ان انا باجى هنا وبكتب الرقم بتاع لكن هو هنا قد من المح distribuing دولnia تمام. طيب دول كلهم بقى موجودين فان ا Till aplic to AC الس discomfort سابع الان عرافتم، مثلا عنصر مميز ب Benz بإقوائكم مثلا انا هنا دي صوب inevitable هنجل فوق السوكت بالبطنية P نفس الطريقة دي لو انا محتاج ان اوصل لأي عنصر الالكتروني موجود على البورد باتتبع نفس الطريقة دي ومن خلال ملف البورد فيو بقدر اوصل للموضوع بكل سوء طيب لو رجعنا بقى للمصر البورد تاني ممكن واحد يجي يقول لي طب انا كده كده مش احتاج البورد فيو لان كون معظم البورد اللي احنا بيشتغل فيها يكون العناصر الالكترونية مثلا مكتوب عليها وليكن مثلا على سبيل المثال وليكن مثلا بلمصفت يملك اذا هو رقم بيكيو تقريبا سبعومية وار安نا كل الي فيها انا بطو استرجمل على كل الشرقم uy oh if you see the results of that الريستغل في بيكيو لمخفه 704 جبء بل المصفت فاذن هو ده المصفت المقصود وهو ده المصفت الذي انا محتاجي ان انا ادور عليه طيب اولا الموضوع سياخد منك وقت كبير جدا انت ستقعد اولا انت ما حارف هو عل وجهت ده ده من البورد أب 서ضاء اللي او الجهة الده فهي تدور على الجهة دي والجهة دي والكلام ده طبعاً يأخذ منك وقت كبير جداً تمام؟ هذه هي حاجة الحاجة الثانية في بعض الماثر بورد ما بيكونش مكتوب جنب العناصة الإلكترونية أي حروف أو أي أرقام يعني بيكون البوردة خالية تماماً من أي حروف أو أي أرقام أيضاً هنفضل في نفس البوردة ونأخذ مثال على هذا الكلام وجينا مثلاً في صفين المكسفات الموجودين دول تمام؟ المكسفات الصغيرة والمكسفات السطحية الصغيرة أرى أن أرى كمية مكسفات كبيرة جداً وفي نفس الوقت ليس مكتوب جنب أي مكسف الإسم وبالتالي أنا لا أعرف المكسف ذا بتاعه إيه ولا المكسف ذا رقمه إيه ولا الكلام ده كله فأنا أفترض أن أبحثت على المكسف الإسكماتيك ووصلت أن أحتاج مكسف معين جيت دورت هنا وطلق المكسف نفس الشكل الأدامي ده أو مش مكتوب جنبه في الحالة دي طبعاً يجب الموضوع صعب جداً أن أوصل المكسف أو أوصل الكمبوننت الذي أريده وبالتالي ملف البرد فيو ساعدني في هذا الموضوع كثير جداً لأنا أوصل للعناصر الإلكترونية أو مكانها على الماثر بورد نفسها حتى لو مش مكتوب على الماثر بورد المسمى أو الرقم بتاعها جنبها هذه الأشياء الثانية فهوات كثير جداً عندما نبحث على ملف الإسكماتيك لبعض الماثر بورد بطبع ملفات بورد فيو وبالتالي ملف الإسكماتيك ما بيوجد موجود هل معنى كده أن ننقف أو ما اشتغلش سيانة؟ لا نحن من خلال الملف البرد فيو ده نقدر نولد إسكماتيك أو نقدر نرسم بأيدينا إسكماتيك عشان نقدر نفهم الإشارات باستخدام البرد فيو فنحن نقدر من خلال ملف البرد فيو نقدر نكمل شغل ونقدر نتبع إشارات وكمان نقدر لو نحن نرسم إسكماتيك بشكل منول أو شكل يدوي بحيث أن نفهم رسمة الدايرة والخريطة بتاعت الدايرة بتكون شكلها إيه؟ وفي الآخر نقدر نوصل للعطل بسهولة وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة وكالعادة مش محتاجين لايك ولا سابس كرايب ولا اشتراك في القناة كل اللي محتاجينه منك دعوة من الأقل